اشتركوا في القناة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه الميامين سيدة الأفاضل سيدات الفاضلات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن برحاب مؤسسة المسجد الحسن الثاني نعتز أي معتزاز أن يكون بيننا في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان العالم الجليل وأستاذ الأجيال الشيخ الفاقيه العلامة عبدالله بن بيع فمرحبا به بين أهله وذويه في بلده الثاني المغرب والشيخ عبدالله بن بيع غني عن كل تعريف لكن المقام يقتضي أن أشير بإيجاز إلى أنه من موالد موريطانيا سنة 1935 نشأ وتربى في بيت علم وورع حيث تتلمذ على يدي والده القادي الشيخ المحفوظ بن بيع وعلى يد مجموعة من العلماء الأجلاء فتسنى له بذلك أن انهل من معين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن تنوحت حياته المهنية التنقل في عدة مناصب منها ممارسته القضاء بدرجات مختلفة ومفوضا ساميا للشؤون الدينية لدى رئاسة الجمهورية بموريطانيا ثم أسس وزارة الشؤون الإسلامية وكان أول وزير لها ثم وزيرا للتعليم الأساسي والشؤون الدينية ثم وزيرا للتوجيه الوطني والمنظمات الحزبية والتي كانت تضم في بلده آنداك وزارات الإعلام والثقافة والشباب والرياضة والبريد والشؤون الإسلامية هذه المناصب أهلت شيخانا الجليل للقيام بمهام متعددة لدى عديد من ملوك ورؤساء الدول في العالم وجعلته يسهم في العديد من المؤتمرات مثل مؤتمر تأسيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة مؤتمر قمة الدول الإسلامية بالرباط مؤتمر قمة الدول عدم الحياز بالجزائر مؤتمر القمة العربي لإفريقيا بالقاهرة إلى غير ذلك كما أن ثقافته الواسعة وعلمه الغزير أهلاه للإسهام في العديد من الندوات والمنتقيات الفكرية العالمية أخص منها جوالاته الحوار المسيحي الإسلامي في روما وفي مدريد وشغله لعضوية رابطة العالم الإسلامي ولنيابة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضوية الهيئة العالمية لإعجاز في القرآن وعضوية المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوت وعضوية المجمع الفقه الإسلامي ورئاسة مجلس إدارة المركز العالمي للجديد والترشيد بلندن على أن اهتمام شيخنا الكبير بما يجد في العالم من تطورات وما ينتج عن هذه التطورات من تلاقح وتواصل بين المسلمين وغيرهم من أمم الأرض جعله يرصد العديد من النوازل الناتجة عن هذا التواصل وعن هذا التلاقح ليعالج أبعادها ويؤصل للصالح منها درءاً لما يمكن أن يجعل المسلم في حيرة من أمره لذلك فإن كل إنتاجاته الفكرية تلقى بالقبول والارتياح بل إن كل مؤلفاته الغزيرة تحظى بالتقدير لأنها تسعى إلى هذه الغاية النبيلة ومنها على سبيل المثال توضيح أو جوه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملة الأموال وحوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام وكتاب فقه الأقليات وكتاب الإرهاب التشخيص والحلول إلى غيرها مما تظهر به المكتبة الإسلامية لكل ذلك فإن كثيراً من المسلمين وغيرهم ينظرون إلى هذا العالم الجليل على أنه أحد أبرز رموز الاعتدال والوسطية بل واعتبرت فتاواه وأراؤه أهم المصادر والمراجع للأقليات الإسلامية التي تعيش في تلك الدول لأنها تتميز بالاستيعاب العميق لأصول الشريعة وفي نفس الوقت بالمعرفة الواعية للواقع المعاصر ولكل ما تقدم فإن جامعة جورج تاون اختارته واحد من بين خمسين شخصية إسلامية الأكثر تأثيراً لسنة 2009 كما منح له لقب أستاذ الجيل في جائزة الشباب العالمية لخدمة العالم الإسلامي في دورتها المنعقدة العمل الإسلامي في دورتها المنعقدة بالبحرين ويشرفنا جميعاً أن نحظى بالاستماع إلى بعض من علمه وفقهه حول جديد بين الدعوة والدعوة فليتفضل فضيلته مشكورة الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها الإخوة بدأ من أخي مدير مدير مسجد الحسن الثاني مؤسس مسجد الحسن الثاني المؤسسة جديدة سامحني إذا مديري مؤسسة الحسن الثاني هذه المؤسسة التي أصبحت صرحاً دينياً وثقافياً وفكرياً كبيراً تشهد لإنجازات هذا البلد في الحقل الديني والثقافي والتنمو بالإضافة إلى مؤسسات أخرى وبرشات أعمال تعج بها المملكة المغربية الشريفة بقيادة جلالة أمير المؤمنين محمد السادس حفظ الله تعالى أود أبادي أذيب أن أشكر له تقدمه لشخص منتواضع الذي وإن أحسن أظن به وقدم ما قدم فإني أعرف نفسي ومن ترك علم ما عنده لظن ما عند الناس كما يقول من عطاء الله فإنه ليس مصيباً فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علي ستره ويديم علينا جميع ستره الجميل وأن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا وأن يعيننا على أداء واجبنا وعلى بذل الجهد لتقديم بعض الإنارات لشبابنا ولشعوب الإسلامية التي توجد في محطات من محطات التاريخ أقل ما يقال عنها إنها محطة حاسمة وأن العالم الإسلامي فيها في وضع يقول البعض لا يفسد عليه ولكنه في وضع فيه صعوبة كبيرة مما يجب علينا جميعا نتعاوم نتضافر وبخاصة يجب علي النخبة العلمية النخبة الفقهية النخبة المثقفة أن تقدم الحلول المناسبة الملائمة لهذا العصر الذي نعيش فيه وأن تبحث عن حلول فوق العادة لأنه عصر فوق العادة قبل أن أستغسل أود أن أشكر أخي معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مستأحمد توهيق مرة أخرى لدعوته الكريمة ولحفاوته البالغة الموضوع كما سمعتم هو موضوع التجديد والناس عادة يبحثون عن كل جديد النفس ملعة بالجديد لكن يقولون أحياناً لا جديد تحت الشمس طبعاً هناك جديد بالنسبة إلينا نحن المخلوقات الضعيفة وهذا الجديد قد يكون قديباً بالجنس جديداً بالنوع كما يقول الوصول جون فبحثنا بناءً على الوقت على الزمان والمكان سنحاول أن يكون مختصراً ولكن في نفس الوقت ملماً بأطراف هذا الموضوع مشيراً إلى جوانبه المترامية محاولاً أن يقدم في نفس الوقت بعض الخلاصات التي تشير وتثير بعض النقاط المهمة في هذا المجال الذي دورس كثيراً وكتب عنه بعض المتخصصين كثيراً من الآراء بعضها يمكن أن يكون لبنات في بناء التشجيد وأن يكون إنارات على دروبه وبعضها لا يعدو أن يكون من نافلة القول وبعضها هو يمكن أن أقول إنه خارج إنه خارج سجاق التشجيد ذلك ما سنراه عندما نتحدث عن الدعوة قبل بعد أن نتحدث عن الدعوة دعوني أتكلم عن فهم التشجيد أولاً ثم عن دعوة تشجيد ثم عن منهجية التشجيد مقتصراً على أصول الفقه كبيدان ومجال لبحث كما قلت في برقيات سريعة سأحاول أن ألم بأطراف هذا الموضوع وأن ألم لما شمله التشجيد هذا مصطلح شائع والمصطلحات المعروفة قد لا تصلح للتعريف لأن بعض الكلمات أو بعض المصطلحات هي مصطلحات غير محددة المعالم ولا معروفة المضامين يكتفي الناس فقط بسماعها ليترشمها كل واحد حسب ما يحلو له أو ليحملها على المعنى حسب القبارة الأصولية على المعنى الذي يراه لكن وهو من الكلمات الإذارة أو كلمات التذكير يقول فرسيون كلمات التذكير هذه هي كلمات ليست محددة ليست بمنزلة البيع ومنزلة الليكاح ومنزلة الأرفاض القانونية أو الفقهية التي لها تعليهم بالحد أو بالرسم لكن لصفة عامة يمكن تعرّه عليها من خلال العد ومن خلال المثال ومن خلال السبر والتقسيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر